أعتقد أن هناك احتياطات كبيرة للحزب تسمح له بالقيام بعملية عسكرية محدودة ربما كان يريد الحزب الدخول إلى المستوطنات الشمالية خطف وقتل بعض العسكريين وبالتالي إحداث صدمة التي أحدثتها حركة حماس في غلاف غزة لذلك أنا أرى أن هذه العملية الإسرائيلية أتت كعملية استباقية لتعطيل هذه الخطة ثم يعني استحضار ونقل الفرقة 98 إلى دون سواها يعني بدون فرق أخرى فرقة واحدة لا يمكنها أن تقوم بعمل هجومي على امتداد الجبهة اللبنانية أعتقد الآن مهمة هذه الفرقة كانت هي محاولة أو التأكد من أنه لن يكون هناك أي عملية تسلل ناجحة لحزب الله لذلك تم نشر هذه الفرقة المكونة طبعا من ثلاثة ألوية من المظليين ولواء من قوات النخبة من الكوماندرز من العفوان الكوماندرز يعني المغوير وبالتالي هذه الفرقة تتمتع بكفاءات قتالية عالية كان يمكن أن تحبط أي عملية تسلل فيما لو ذهبت العملية ولم تستطع إسرائيل إفشالها لأن هذه الفرقة ليس بإمكان القيام بهجوم واسع على الجنوب اللبناني